أعرضتها للبيع حتى أقعد في مكان أنا وأطفالي لأن هذه حياتنا حين صعبة نابات أقول أموت هذه أطفالية مو حرامة مو تمون وأنا هاي بنتي أعرضتها للبيع على مود أقعد في مكان قلت لا أحد ينطيني بيت أنطهية لا أحد ينطيني خطعي أنطهية وأبيحها حاليا بعد ما أقدر أعيش أم حنين واحدة من بين المئات إن لم تكن الآلاف تفكر بذات الطريقة ولربما بقتل نفسها أحيانا بسبب الفقر المدقع الذي يغض المسؤولون عنه الطرف تجيني ساعات أذب روحي بالشط تجيني ساعات أموت روحي أنا وأطفالي أحسن لنا من هاي العيشة عيشتنا حيال صعبة جدا طفلها الصغير بمراضه أجبرته الحياة أن يكون معيلا بدور الرجال علّه يحصل على فتات خبز بدراهم معدودات تضاف لمعونات المحسنين وعندي بسطة في الواحد يشتغل بالفوفان ينطونا يا ثلاث تالاف نابات العالم تستخطي وينطونا خمس تالاف والعالم من الله ومن العالم الأهالي يدزوننا المسواق يدزوننا يعني فلوس نابات من الله بس أريد من الله ومن الحكومة ومن الأهالي يشوفونا مكان نقعد بيه حتى لا قطع دقاء لقيمات الطعام حسارات أخرى تسبق البحث عن السكن وتليها للمناشدات إحدى صرخات الألم لأن كيلو طماطم أحد يعني ما نقدر نجيبه خلف الله على العالم يساعدوني والله ما عدني وحالتنا حي صعبة حتى لا بنكة عدني لا كل شي عدني والله نام برا نوبات هاي بص صيف نام برا على مود نشوف حياتنا حي التعبانة وما عدني وهي حياتنا عندي خمس أطفال عندي طفل من الأطفال عمره ست سنين يشتغل بالفوفون والنحاس ينطونه ستة الاف خمسة الاف على مود أنطي ألمهين ونطيه اللي بالإيجار خلف الله على العالم يجيبوني الأكيل والناس الخيرة أنا أناشد الحكومة وأناشد الناس الخيرة يساعدوني مكان أن نقعد بي أنا وأطفالي فهل ستحارك مأساة أم حنين ضمائر المسؤولين؟ ترجمة نانسي قنقر